موسيقى مع ترقب تطورات استحواذ مايكروسوفت على أكتيفجن سوني تعلن عزمها عند عدم تقديم معلومات تخص بلاي ستيشن سيكس وإمبروبابل تخطط للانضبام إلى سباق العالم الافتراضي أما متى تضع شروط جديدة لمستخدمي سماعات الواقع الافتراضي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من Game Changers معي أنا حنان الكبات وبول دوليبي فرحة سوني أنها لن تقدم أي معلومات تخص بلاي ستيشن سيكس لشركة أكتيفجن إذا تمت عملية استحواذ Microsoft على الشركة إذا سوني لن تقدم أي معلومات تخص بلاي ستيشن سيكس هذا هو مجرد 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 tim يكس معجل هذا خطرررر رقم لا تخص بلاي سيكس و염هكم فكرو بسيطاق جداً من المنزل وتعريب الواضحة ما بينما خطرررررررررررررررررررررررور ما في الآن هو أن يكون السيطرة جزءاً ومع أيضاً وعلاً جزءاً فالآتفل مجرده يحصل جزءاً إذا كان المجرر بكيب أكتب بلزارة أجل يحصل بأنه سيطرة على سيطرة ومع هذا ومع هذه المزيدة ومعاتيها 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 إنه لا يغير تكونوا المجردين إلى أي شيء عن أطلقهم اكثر لإمكانيه لأنه يكون لديهم ذلك أنه لديهم إكثر لإنفعالي لإنفع المجال لإنفعالي في إعادة لإنفعالي يتعرفون أنها تتعرف على مجال إذا كانت تماكن مجال سيكوني صحيحي المفيدات أعرف على أن أعرف أيضًا مجال على هذا الهدف تظهرون أنه يتحدث سنة مجال تجربة تجربة من تقلقه رسالة سنة مجالة لتعرف أن يمكنك إستيام دكتور للمشاهدة وعلى رو جي أليه لتعرف أكثر من عالم إفتراضي لذلك هي منافذة المشاهدة لنرى أخرى أعلنت الشركة الناشية إمبروبابل والمدعومة من قبل سوفت بانك عن خطتها لإنشاء أكثر من عالم إفتراضي بهدف إستضافة آلاف المستخدمين والمنافسة ضد عمالقة التكنولوجيا متا وميكروسوفت لذلك إمبروبابل يريد أن تقوم بمتا وميكروسوفت رأيك، صوفتبانك لا يوجد عمال هنا إنها منافذة 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 لتعرفة ومنافذة لذلك يبدو أنهم يريدون أن تقوم بإمكانهم أكثر سكبتكي أعتقد أنهم ستقوم بإمكانهم أنتم بتقوم بإمكانهم بأسئلة هي التي ستقوم بإمكانهم إنها سببت بإمكانهم جميع أعكود كانت هذه تحديث عن كما يتجبون بحقانات سواءً. كما أنت تحديث عن مليون أو بلعانات لديه يجبوني ويجبون سنواء. ويجبون أن يتجبوني بمكريسافة أو متاحة إذا أفضل السماء على جهازي من تجبونها أحداً. كما هو التحديث عن أن تحديث عن الأحيان. الآن لديه لديه المفتاح له ويجبوني. لا يوجد أنه لديه المفتاح لديه المفتاح. ما أصبح لديه المفتاح الأمر. تقوم شركة ماسفتس بتغيير علامتها التجارية للابتعاد عن الألعاب التنافسية حيث بعت حق امتياز الليغ لصالح الاستثمار في سلسلة من الألعاب والمشاريع في ألعاب عالم الافتراضي المدعومة من صانعي المحتوى. So now what's going on with Misfits? Tell me more about it. Seems like a nothing story, right? Misfits, well-known e-sports organization, competes in a lot of e-sports. They used to be called Misfits Gaming and they're actually rebranding to just call themselves Misfits. And I think the interesting story here is we're seeing this trend of organizations realizing you can't be profitable just doing e-sports. You have to do content creation. You have to do all these other things which the business models are much more lucrative. Those businesses are much more profitable. So they're all sort of pivoting away from e-sports or pure e-sports into more content, media, gaming, more generally. And I think it's a good thing for the industry because e-sports was not sustainable right on its own without anything else around it. Let's go to Mata. خفضت شركة Mata العمر المسموح لمستخدمي سماعات الواقع الافتراضي من 13 إلى 10 سنوات, مما يثير المخاوف بشأن السلامة والخصوصية للأباء والأطفال. A huge announcement from Mata. So they're limiting the number of users from 13 to 10. It doesn't seem like that major, right? But it's a bit concerning for parents and children. This is definitely the counter argument, right? Like if we allow kids as young as 10 years old to use their VR platform, their metaverse platform, is that too young? Are their brains too susceptible to suggestion or influence? The reality is I don't think between 10 and 13 there's that big of a difference. From a conditioning perspective, though, in terms of getting more people onto these next generation platforms, I mean, look at the average three or four-year-old. Chances are they have their mom's phone in their hand or their dad's phone in their hand. They're already using this kind of hardware. And so I think introducing more users younger will help the adoption of VR, will help the adoption of metaverse if it can be regulated in a way that the kids aren't being preyed upon. Let's continue our chat with our guests for today. And for the most part about the world of the video, Andrea Danella is a venture capital fund. Hello, Andrea. Welcome to Game Changers. Hi. Thank you so much. We're so happy to have you here. Thank you. Thank you so much. What are some of the gaming themes you're most excited about and you would invest in? Absolutely. That's a great question. For us at Global Millennial Capital, we believe 2023 is a great year for cryptocurrencies. What we have seen in the last couple of years is that NFTs and the increased utility around NFTs are driving mass user adoption. And while NFTs initially started just as a way of, you know, utilizing currency within gamings, we believe that more and more users will engage with the help of NFTs in other areas of crypto, such as lending or DeFi. Andrea, talk to me about your fund a little bit. You have a unique approach. You use AI and data to create investment themes, make recommendations. What does this AI, what does this data-driven approach tell you about the gaming market broadly? And do you think other funds are approaching it wrong? Yeah, that's a great way of putting it. And I think we look at ourselves within the venture capital space as the e-commerce of retail business. So we are quite differentiated in terms of being able to utilize data to understand and define broader investment themes, which would not be available within a geographical or local investment remit. And within the gaming space, we are excited about the blockchain technology. So the blockchain technology has really the potential to provide USP to gaming, which has never been done before. Such USP will enable crypto developers to embed tokenization elements and make gaming fun and rewarding for everyone. Andrea, talk to me a little bit about why you don't think we've seen the sort of the end game intersection between gaming and Web3 or gaming and crypto. Why do you think we've seen stops and starts that haven't really worked to their potential yet? Wow, that's a very, very interesting way of looking at the ecosystem. And I think that is really the secret sauce we are betting on as venture capitalists. And I think a lot has to do, of course, with the security, KYC, AML, and identification. So I think where we are positioned as a venture capitalist is really at the intersection of Web2 and Web3. So we believe over a longer cycle of 10 to 20 years, more and more users will migrate and will migrate and own their data into the Web3. space. Andrea, do you believe that Metaverse is a separate market or investment theme to gaming, in your opinion? Yeah, that's very interesting. Of course, I believe different industry participants and different thought leaders have different perspectives. What we believe at Global Millennial Capital is that gaming is a subset of Metaverse. And within Metaverse, we see multiple verticals, education, e-commerce, among others. However, we are very excited about the potential of integrating cryptocurrency with Metaverse. And we believe by integrating cryptocurrency with Metaverse or the use cases of cryptocurrencies, we will see much more benefits. The ownership of assets, the interoperability of the assets, as well as the custody of the assets will become much more widespread. and they will be able to be adopted by a mass consumer or a mass user. Thank you so much, Andrea, for your input. Thank you. So we have a poll question from Twitter. It says, do you think what's the future? ما هي المتحدة للمشتركة؟ هل انتظروا بلده؟ معلومات كوكواتي أو بحاجة لدهاتية؟ هذا مقابل رؤية للتعادل لأننا فوقت المفترض، جهاز مررامة للمشتركة بجمعاتي جهاز نعرف على السبب ستطلق طلب ستطلق من أيضًا تحديد استراميه. تحديد استراميه لذلك ستركوا في الثلاثة 30 سنوات ويقومون بإشتراك أن الى سيارة وأنه مكاني يتحدث باكده. لكن ما تحدثه فاديه يجب أن يجب أن يتعادل على الأحيان. لكنني لا أدري أن يكون في حالة الرجل هو فقط لذلك في الناس. لذلك لماذا يوجد 50% والتعامل بإشتراك أنه في عدد الرجل. لا يوجد. ويوجد أنه يظرق. سيكون قد يجب أن يجب أن يكونون بحالة. مجبورين مع التعليمي الأمانوان ببعض الوحيد. أعتقد أنه سببت واعتقد أن الجيدان بشكل كبير. يقولون أعجب أن يكون كذلك تقولون أن المثال للعام. لأعجب أنها تكون مجالا اكثر فسرية الفيديو في حدث ، فمكاني مجالا إلى مجالات المشاشة والمعاتى الوحيد. و من الأوقات الأيض الوحيدة في مجال أين دعلك الآن في المحاطة أو تلك الثانج التعليمية. The PCs get cheaper, the VR gets cheaper And the consoles are the ones that get squeezed out of the market I just wanted to clarify If you see the percentage Around 50% of people said The future is for VR headsets I think they like Vision Pro from Apple You know, that's such a great point I bet that has a lot to do with some of the answers here Because it's fresh in people's minds Really smart point I really enjoyed this episode We covered a lot of interesting news كانت مختلفة. هل لديك أي آخر يريد أن ترى؟ لا، أحب أن نرى الأفضل من الأشياء التي يحدث في هذه الناس مثل Microsoft, Activision Blizzard. ثم نبدأ بمعرفة أكثر عن ما يحدث في المقابلين. هذا ليس مرحباً جداً. شكراً لك. اشتركوا في القناة